موسيقى اخ يا اخوي اخ شوف لها لك انا بعرف كتير كتير منيح انه قصة تتصرف مع البينات هلا حاليا صار بموضوع صعب صار بموضوع صعب كتير بس شوف انا ما بالومك لك انا ما بالومك ابدا للا تعرف ليش؟ لانه ولا مرة ابوي او ابوك قعدوا معنا وحكونا قالونا اسمعي يا ابني وقت بدك تتعرف على ابنت جديدة هيك بتقدر تتصرف معه وهيك ما بتقدر تتصرف معه بحياتها صارت اكيد لا اكيد لا ولهيك انا موجود هون لحتى اعلمك الشغلات اللي ما علمك يا ابوك وقت اللي انت صغير انا هلا بدي منك بس تقعد تجيب كرسي وعود عود تفضل تفضل عود عادت طيب اوكي شوف يا اخوي انا اليوم موجود هون لحتى اعطيك سبع شغلات سبع شغلات لازم ما ابدا بحياتك ابدا ما تفكر تتصرف مع البنات بيك تصرفات اذا انت جاهز لهذا الموضوع اليوم فما عليك غير تعمل لايك زائد سوبسكرايب رحمة الله احفادك وهلا راح نبدأ باول خطوة باول خطوة ابدا ما تعمل مع البنات لا تشتريها بمصراتك لا تحاول تشتري لك كل شي مشان انه هي تحبك مثلا في كتير شباب في كتير 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 شباب بيعملوا الحركة انه وقت اللي بيطلعوا مع بنت او وقت اللي بتحرفوا على بنت بحاول يشتري لها اكل طول الوقت بحاول يشتري لها هدايا طول الوقت بحاول يشتري لها كل شي طول الوقت بحاول يشتري لها ورد بحاول يشتري لها اكسسوارات كل شي كل شي بس من شاء انه تحبه او تعطيه شوية اهتمام يا أخوي يا أخوي هيك شغلات لازم تنساها لأنه البنت البنت وقت بتتعمل معها هيك شغلات فهي ما رح تحبك إليك هي رح تحب مصراتك فأنت مباشر خلينا نقول أنه إذا أفلست أو مضل معك مصاري أو كذا مباشر بتعملك هيك شو 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 بتعملك هيك بوم بتبقل عنك بتقلك باي باي أنا ما عد بدي إياك لأنه لا عندك حبيث لا بتعرف تتصرف معه ما بتعرف تساوي أي شي بس بتعرف تدفع بس بتعرف تدفع بيشرفك بيشرفك هذا حكي وهلا بننتقل للشغلة رقم اتنين واللي هي تطلع عالعدة عالعدة تبعة البنت فهمت علي؟ يعني أبسط مثال وقت تكون ماشي جنبك بنت فهمت علي؟ لابسة دي قوية شكلها يعني بوم بوم فأول شي انت بتساوي فبتطلع هيك بتطلع على الشو اسمه تبعتها وعلى الشو اسمه تبعتها بتطلع بتجن 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 شوف يا أخوي شوف هاي الحركة ما يتمان لازم تكون مرتب أكتر لازم تكون مرتب أكتر والشي اللي بتعمله هو إنه بتشيحها لك وتروح لعندة بهاي الطريقة هيك فهمت علي بتروح عنده هيك تقول لها مرحبا شفتك كتير بتجنني وحسيت إنه في شي لازم نعمله سوا لا 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 رح مخلك لابعيد في شي لازم نعمله سوا مثلا خلينا نقول إنه قلت لي إنه شفتك من بعيد وشكلك كتير 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 بيجنين وحبيت إنه أشرب معك فينجان قهوية وكذا إذا عندك وقت فاضي فخبريني بل كبنطلع شي ايوم كذا فهي مباشرة تلقائيا إذا أنت شاب سوبر سكسي لابس شي مرتب شكلك مرتب شعراتك مرتبين عرفان شو عم تحكي مع البنت فهي مباشرة بتقول لك فضال هاي رقمي وأنا بشوف باك اليوم التانين بوم بوم يا بطل أبطال فهيك انت مجرد ما تعمل هذه الحركة فانت كسبت البنت مباشرة وهلا بننتقل للشغلة رقم ثلاثة واللي هي أبوس إيدك أبوس إيدك لا تصير خفيف مع النسوان مو كل شيء مثل ما هند بدهم لازم تفكر وقت بتسألك سؤال مثلا خريقنا نقولوا ان انت عندك سيارة وهي طلق مسلا معلش تجي توصلني على شي مكان فأنت مباشر إذا انت شب خفيف مباشر بتقول له يلا دايتين وبيكون عندك دايتين بس عطيني دايتين من وقتك وبكون عندك مباشر هيي هيي بطل الأبطال هيي هيي رواء خد نفس خد نفس وبعدين احكي وقت اللي انت بتقلق ايه على كل شي وقت بتقلق خلص ماشي ويلا ورح اجيكي ويلا واش بدك وانا تحت تصرفاتك وانا تحت اجريكي ابوس ايدك بس ارضي عني ما يحتعطيك احترام وهلا مننتقل للشغلة رقم 4 واللي هي كتير شباب منكم بيعمل هذا الخطأ بيحكوا مع البنات كلمات بزيئة نعم سواء كانت اختك او بنت عمك او رفيتك او صاحبتك او حبيبتك او هاللي هو وقت اللي بتقلق انه انت بقرة او انت جحشة او انت حيوانة او 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 الى اخره عيب لازم تعرف شو عبيطلع من تمك سواء ان كنت معصب او مالك معصب لازم تعرف شو عبيطلع من تمك فهمت علي يعني معروفة طبيعيا انه الرجال اقوى من البنت فوقت اللي بتسبه وبتحكي معي ايك شغلات يعني هي البنت بتخاف رح بتخاف منك يعني ضروري تخاف اكتر ما هي خايفة منك يا رجل يا رجل روي 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 وارتاح سواء انك انت معصب او ايش ما ان كان الموضوع ما لازم تحكي معاه بهي الطريقة اوكي اوكي وهلا ان انتقل للشغلة رقم خمسة واللي هي بتقلها انه انت سمينة او بشعة يا اخوي فهم علي فهم علي البنات حساسات اكتر من الشباب يعني وقت اللي انت بتقلها لبنت انه انت سمينة او انت ضعيفة او انت بشعة فهي بتتأثر هي بتتأثر و بتتدايق فهي يعني اول شغلة هي بتكرهاك تاني شغلة ولي هي انه هي تتدايق تصير تتدايق فهمت علي يعني نحن كرجل نحن ما نكون حساسين لهالدرجة اللي هن بحسوا فيها بس يعني وقت الواحد بقلك انه انت سمين او اذا انت قصير او انت اذا انت طويل او انت او انت الاخري فانت تلقائيا رح بتحس و رح تتدايق فليش بتخلي البنت اللي قدامك تتدايق من الحكي اللي انت عبتحكيه معه وبتمنى منك تنتبه كتير 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 منيح لهذا السؤال اللي هلا بدي اقولك ياه هذا السؤال تقريبا كل البنات كل البنات بيستخدمه بس انتبه هذا اللغم هذا اللغم هل انت شايفني اسمينة بنظرك ها ها شفتها شفتها هذا السؤال مباشر ملغوم ملغوم يعني هي عبتحاول تختبر الوضع عندك فهمت علي؟ يعني اذا انت بتئله اسمينة فهي بتتركها اذا بتئله مثلا inna اني يالك ما في ST احب بنبسط فهمت علي؟ هيك البنات هيك البنات لازم تنتبه عالشغلات اللي هين بيحكوها مؤтор وهلا من قلة الشغل رقم 6 واللي هي لاتتضحك عالبنت اللي انت بتحبه اااااااااااااااااااااااااااااااااا dugay تحرف شغلة؟ تحرف شغلية، تحرف شغلة؟ أنه أنا بحبك أنا بحبك أنا بحبك وبصير عنده عشر حبايا عشر حبايا بس أنا رح أحكي معك شغل الشباب كورة جاء قد كلمتك وقت اللي بتحكي مع البنت وقت بتقول لي أنه أنا بحبك فقال لي أنا بحبك لأنه عن جد أنت بتحبك وعن جد أنه أنت بدك تظل معه معه هي بس بس هي سواء كانت مرتك أو حبيبتك أو خطيبتك كون معه بس هي إذا ما لك قد الكلمة أو إذا أنت يعني بتحس أنه هي مالم كافية وموافية فهنا بتمنى منك تقل لي باي باي تقل لي باي باي بعدي عني وتركب وهذا كلوقت إن شاء الله تنام مع تساطعش ألف بنت بنفس التخط ما حدا رح يضايقك هذا الشي برجع لك بعضين فهمت عليك بس لا تضايق البنت اللي أنت بتحبها وتتضحر عليها تقل لي أنه أنا بحبك بس عبتروح بتخونا مع كذا بنت غيرها فهمت عليك؟ بس أنه اللهم أنه تقول للبنت أنه أنا بحبك وتأخذ الشغلات الغريبة العجيبة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنت بتعرف إش هزدي بعدين تقل لي باي باي موهيك موهيك الحديث وقت اللي بتقل لي بنت أنه أنا بحبك فعنجا تقل لي أنه أنا بحبك من قلبك ما تروح تخونة رحمة الله أحفاد وهلا أنت تقل للشغلة الأخيرة رقم سبعة واللي هي شوف يا أخوي هذا الموضوع لازم تنتبه عليه كتير منيح كتير كتير منيح دير بالك دير بالك تقارن البنت اللي أنت بتعرفها بالبنات التانين نعم يا أخوي نعم بحياة عمرك ما تعمل هالغلط بحياة عمرك ما تقول للبنت اللي أنت بتعرفها أنه أنت ليش مالك مثل مروة أو رفيقتها يعني فهمت علي؟ أو مثلا بتقل لي أنه أنت ليش مالك مثل رفيقتك اللي بتشتغل معك أو مثلا بتقل لي أنه أنت ليش مالك مثل أمي ليش مالك مثل أمي أنه أنت منيحة وحبابة وكذا وكذا هادول الشغلات هادول الشغلات ما بينحكوا مع البنت فأنا بتمنى منك أن تحكيها بطريقة سلسة أكتر إذا البنت مثلا ملك حابب تصرفاتها تحكي معها تقول لها أنا حاسس بهذا الموضوع في الزات أنه أنت عم تعمل غلط فأنا بتمنى منك أن تصلحي هذا الغلط لأنه هذا الشيء ما بيصير الحديث هيك بكون فهي بتفكر بها و تقول هذا عن جد بيحبني هذا عن جد بدياني أصير أحسن عب ينصحني وهلا وصلنا لهذا الفيديو إذا حبت هذا الفيديو معني غير تعمل لايك وسبسكرايب ولا تنسى تفقل زر الجرس لأنه أنا رح أنزل كل يوم كل يوم فيديو الساعة 3 لا تنسى حط في بالك وهلا بنهاية هذا الفيديو بتمنى لكم اليوم كتير 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 حلو ولا تنسى أنه أنت سوبر سكسي موسيقى 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 موسيقى